بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتحدث اليوم عن المياه في الأردن مشكلات وحلول أول موضوع رح نتحدث فيه عن واقع المياه في الأردن وزارة المياه والري في عام 2013 عملت دراسة حتى تحدد في هاي الدراسة شو هي القطاعات والنسب اللي بتستخدم المياه ونسب استخدام هاي المياه لاحظوا الشكل في الكتاب صفحة 101 لاحظوا أنه القطاع الزراعة عندنا في الأردن بيستهلك أكبر نسبة من المياه المستخدمة في الأردن اللي هي بتشكل 53% من نسبة المياه المستخدمة في الأردن يليها قطاع المنازل أو المنازل استخدام المنزلي بيشكل 42% من كمية المياه المستهلكة في الأردن و4% تستخدم للصناعة و1% فقط تستخدم لمواعد أو استخدامات أخرى نيجي على مصادر المياه المستخدمة في الأردن بيعتمد الأردن على مصادر مختلفة في الحصول على المياه المستخدمة فيه أكبر قطاع نستخدم فيه أو مستهلك في المياه اللي هو المياه الجوفية عندي المياه الجوفية تشكل نسبة 53% من المصادر التي نستخدمها من المياه يليها أو يقل عنها بعدها اللي هو عندي المياه السطحية عندي المياه السطحية تشكل 36% فقط من المياه المستخدمة في الأردن و11% على المياه المعالجة نعتمد على المياه المعالجة طبعاً لاحظ إنه إحنا منعتمد أكثر شيء على المياه الجوفية ليش منعتمد على المياه الجوفية وما منعتمد على المياه السطحية بشكل كبير لأنه عندي المياه السطحية في الأردن قليلة يعني إحنا ما في عندنا أنهار كبيرة ما في عندنا بحيرات عندنا فقط نهر الأردن عندنا نهر اليارموك فما في عندنا يعني عندنا البحر الميت ومياه مالحة لا نستطيع نستخدمها وعندنا العقبة لكن إحنا ما في عندنا لحد الآن تحلية مياه لمياه البحر عشان هيك إحنا بنعتمد أكثر شيء على المياه الجوفية وطبعا المياه المعالجة تستخدم فقط لأنها زي ما حكينا قبل هيك في الدرس السابق تستخدم للزراعات الحرجية وليس للزراعات المثمرة شو هي أهم المشكلات اللي بتواجه قطاع المياه في الأردن؟ إذن في عندي مشكلات قطاع المياه في الأردن في عندي مشكلتين اللي هي شح المياه وعندي المشكلة الأخرى اللي هي تلوث المياه نيجي نحكي على شح المياه عندي مشكلتين اللي هما شح المياه وعندي تلوث المياه في الأردن أهم المشاكل اللي بتواجه قطاع المياه في الأردن نيجي على موضوع شح المياه شو أسباب شح المياه؟ في عندي أول شيء سبب جغرافي يعني الموقع الجغرافي للأردن هو من أهم الأسباب اللي بتأدي إلى شح المياه لاحظ معدل توزع المياه في الشكل التالي في عندي اعتبر العلماء أنه أي منطقة تقل نسبة الهطول فيها نسبة الأمطار فيها عن 200 ميل تعتبر مياه جافة وإحنا هون بالأردن لاحظ هاي المناطق كلها سواء هاي أو هاي المناطق وهاي المناطق كلها تعتبر مياه جافة إذن عندي تشكل 97% من مساحة الأردن هي مناطق جافة تقل فيها كمية الأمطار وهذا أحد أسباب صح المياه عندي بتتركز المياه زي ما عدنا في المناطق الشمالية أكتر إشي يعني عندنا الهطول نسبة أكتر شيء في المناطق الشمالية زي إربد ومنطقة عجلون لكن باقي المناطق سواء الشرقية والجنوبية تعتبر مياه صحراوية بتزيد فيها نسبة التبخر كمية المياه أصلاً أو كمية الأمطار اللي بتنزل قليلة إذن عندي هاي الموقع الجغرافي هو سبب من أسباب شح المياه السبب الثاني اللي هو عندي زيادة عدد السكان عدد السكان عندي في الفترة الأخيرة زاد بشكل إما شكل طبيعي اللي هو عندي زيادة المواليد وقلة الوفيات أو غير طبيعي اللي هو عندي الهجرة القصرية الهجرة القصرية يعني الهجرة غصباً عن الناس بيهاجروا من بلادهم زي هجرة السوريين زاد عدد نسبة السكان هدول المشكلتين خصوصاً عدد السكان لزيادة طبيعي وغير الطبيعي أدى إنه نسبة أو الكمية للحصة الفرد من المياه هي قلت فبالتالي هاي من أهم المشكلات المشكلة التانية عندنا تلوث المياه عندي في مصادر عدة إلى تلوث تؤدي إلى تلوث المياه لاحظ الشكل في الكتاب صفحة 105 من أهم المصادر هاي اللي هي مخلفات معاصر الزيتون عندنا في الأردن عندنا استخدام الأسمة الكيميائية ومخلفات المتنزهين هاي من المصادر اللي بتأدي إلى تلوث مصادر المياه طبعاً عندي في بعض المواد اللي يعد وصولها إلى المياه ملوثاً اللي هي في عندي مثل جرافيم أي مواد كيميائية أي مواد صناعية مواد التنظيف هاي كلها تعتبر من الملوثات للمياه بيسألني هل هناك مصادر أخرى تسبب تلوث المياه نعم في عدة مصادر منها مثلاً الحفر الامتصاصية الحفر الامتصاصية تتسرب أحياناً المياه العادمة هاي إلى مصادر المياه الجوفية وبسبب تلوث هاي في عندك مثلاً في البحار ناقلات النفط ناقلات النفط أحياناً بصير حوادث فبتسرب النفط إلى البحار حتى مياه الشوارع المياه الأمطار لما بتختلط مع الملوثات ومع الأتربة مع المواد اللي موجودة في الشارع هاي كمان تعتبر من الملوثات شو هي صفات المياه الصالحة للشرب إذن عندي المياه الصالحة للشرب أو المياه العذبة كمان هي بنسميها اللي هي المياه خالية من الملوثات لازم تكون في طعم لا طعم لها لا لوم لا رائحة أي شيء يسبب أي خلل في هاي الصفات يعتبر من الملوثات للبيئة أي مادة غريبة بتدخل على الماء فتعتبر من ملوثات المياه هاي أهم المشاكل اللي بتواجه قطاع المياه في الأردن ترجمة نانسي قنقر